النهاردة احنا امام وضع في اسرائيل اعتقد انه جديد نسبية احنا قدام حكومة شديد التطرف قدام ايضا انقسام اسرائيلي اسرائيلي الاول مرة شفنا المظاهرات باعداد ضخمة مفيش اتفاق ووزراء بيخرجوا من الحكومة ثم يعودوا مرة اخرى بنجفير تحديدا يعني وحكاية هل ده يصب في مصلحة القضايا الفلسطينية ام لا اسرائيل بالحكومة الحالية هي ليست رئيس وزراء استبدل برئيس وزراء اسرائيل اليوم عبارة عن نظام استبدل نظام اخر بمعنى بمعنى انه العلماني الصهيوني اللي كانت مرتكزة على الدولة العميقة بكل مكوناتها الامنية والقضائية والاكاديمية والدينية وغيره اليوم هذه الدولة في اسرائيل يحكمها الصهيوني الديني بمعنى من الصهيوني العلماني الى الصهيوني الديني التي دريد ان ترتكز على التوراكة مشرع في كل اعمالهم السياسية ولذلك المعركة في داخل اسرائيل بين التطرف الديني و التطرف القومي واحيانا مركب واحد بين التطرف الديني و القومي اللي بتمثلوا الاحزاب في اسرائيل الحكومة اليوم تريد كما ذكرت في سؤالك الثالث انها تريد اعادة احتلال الضف الغربي ان تمسح حدود السبع وستين ان تعيد كواعد اطلاق النار بما يسهل القتل احنا من بداية العام لليوم كتل مية وخمس وستين فلسطيني وايضا تريد ان تعزز وتكثف الاستيطان بما يجعل من حل الدولتين خيار سياسي غير ممكن بالمجمل العام باعتقادي انا انه هذه الفوضى في اسرائيل اليوم اللي العالم كله يدين هذه الفوضى اعتقد انه اسرائيل تقف معزولي وبصراحة احكي لك يمكن احسن حالي اعلاميا و دوليا بالنسبة لنا اليوم هي حالة هذه الدولة او هذه الحكومة في اسرائيل لانها مرفوضة دوليا حتى هذه اللحظة بتمنى رئيس الوزراء الاسرائيلي ان يزور واشنطن معظم وزراء غير قادرين على دخول اي دولة في اوروبا وعندما يذهبوا يذهبوا مثل السواح ما بيستقبلهم حدا وايضا جميع الوثائق الدولية والمؤسسات الدولية human rights watch amnesty international بتسالم وهي مؤسسة اسرائيلية قالوا جميعهم ان اسرائيل اليوم اصبحت دولة ابرتايد دولة فصل عنصري مبنية على الدين ومبنية على مقولة انهم هم شعب الله المختار وانه احنا حملين الحطب وسقائين الماء احنا لن نكون حملين حطب ولن نكون سقائين الماء الفلسطيني هو صاحب الارض الاصلي التي اعطى لفلسطين اسمها احنا اللي اعطينا للارض اسمها واسرائيل استعمار استيطاني كل الاستعمارات الاستيطانية زالت وهذا الاستعمار سيزول لذلك هذه الحكومة في اسرائيل بالنسبة الي اذا احسننا فلسطينيا وعربيا تعريتها امام العالم ستكون هي باختصار شديد اخر الموجات في اشكال الاستعمار اللي بتعيشه المنطقة هل ده يعني من باب الامنيات طيبة ولا ده توصيف الواقع ورؤية المستقبل هذا ليس من باب الامنيات هذا عبارة عن الدروس والعبرة اللي نستقيها من التاريخ احنا شفنا ذكرت لك انا نماذج من التاريخ واحنا لازلنا في حالة سراع واعتقد انه الفلسطيني نعم هو اليوم ضحيه ولكن نحن اخلاقيا ووطنيا وقانونيا لنا اليد العليا على الاسرائيل وهو تحت من الناحية القانونية ومن الناحية الاخلاقية ومن الناحية الانسانية وكل النواحي هو عنده شيء واحد ماكنة القتل اللي بتزود فيها الولايات المتحدة احنا عنا الارادة بان نصل الى حقنا وكما انا دائما بقول باختصار شديد احنا وياهم والزمن طويل ولكن النصر حليفنا